فضيلة الشيخ صالح قد نسأل عن لبس هذه المذكورات من أي أنواع الشرك من أنواع الشرك الأصغر كل من الشرك الأصغر الشرك الأصغر لا يتساهل فيه لأنه شرك وإذا مات عليه لا يغفر وبل يعذب وإن كان أصغر وأيضا لأنه يجر إلى الشرك الأكبر إن التساهل في الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر طيب الشيخ لو اعتقد الشخص بأنها مؤثرة بنفسها دون الله الشيخ صالح إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها دون الله فهذا شرك أكبر لكن إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعلها سببا ما يكون سبب إلا ما جعله الله سببا أو أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صوصا في أمور العقيدة نعم